بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات المدارس الثانوية الزراعية برنامج فني إنتاج محاصيل الحقل أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة وطلبة الصف الثالث برنامج فني إنتاج المحاصيل إن شاء الله في حلقة اليوم هنراجع مع بعض على وحدة أو مخرج مهم جدا من مخرجات وحدة أكثر أهمية وهي تطبيق وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر إن شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول بنجر السكر إحنا لما بنتكلم على مراجعة غير إحنا لما بنعرض لكم أبناء وبناتي الوحدة لأول مرة طبعاً أنت خلاص وصلت دلوقتي مع المدرسين بتوعك في المدارس إلى تقريباً نهاية المعايير الخاصة بهذا المخرج علشان كده حينما أتحدث إلى أبناء وبناتي طلبة سنة ثالثة دائماً أبدأ بأدلة التقييم ما ببدأش بالمعايير الأداء طلبة الصف الأول وطلبة الصف الثاني ليست لديهم الخبرات الكافية لكن أنت خلاص طالب سنة ثالثة أنت أصبحت ملم بكافة آليات التعلم داخل البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً للجدارات المهنية يعني إيه؟ يعني أنت خلاص قضيت سنتين اتنين أولى وتانية وتقيمت خلال الفصل الدراسي الأول لسنة أولى والفصل الدراسي الثاني لسنة ثانية وأصبحت جدير في هذه الوحدات بدليل أن أنت دلوقتي في سنة ثالثة علشان كده لما بنخاطب أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث لابد أن يكون الخطاب على قدر ما وصلت إليه أنت دلوقتي طالب اكتست عدد كبير من الجدارات أو الوحدات في الصف الأول والصف الثاني وأصبحت جدير في هذه الوحدات وباقي لك وقت قصير حتى تصل إلى التقييم النهائي أو المهمة والتقييم النهائي بعده تحصل على المؤهل الذي يؤهلك إلى سوء العمل أو إلى الدراسة الجامعية يبقى هنا طلبة الصف الثالث لا بد وأن يكون لديهم الرغبة والرغبة الأكيدة في أن يكتازوا مجموعة الوحدات المقررة عليهم خلال الفصل الدراسي الأول والثامن من أول مرة يحصل على طالب جدير لكي يصل إلى التقييم النهائي وحينما تصل إلى التقييم النهائي تكون أنت جاهز لأن تكتاز هذه المهمة وتكتاز التقييم النهائي للحصول على المؤهل بتاعك للإنخراط في سوء العمل حلقة اليوم إن شاء الله هتكون عن تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج نحصول بنجر السكر وزي ما أنا قلت لكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث هنبدأ معاكم بأدلة التعلم اللازمة لتقييم هذه الوحدة أو هذا المخرج يا طرى إحنا مطلوب مننا إيه من أدلة التعلم مطلوب مننا عدد من أدلة التعلم زي ما هنشوف على شاشتنا إما أن يكون دليل تساؤل شفوي أو دليل تساؤل تحريري أو بطاقة مراجعة منتج طب ده هيتوقف على إيه؟ هيتوقف على المعايير اللي هي معايير الأداء طب والمعيار ده إيه؟ خلاص بقى سنة ثالثة المعيار هو عبارة عن جزء من المخرج أن كل مخرج يتكون من مجموعة من المعايير والمعيار هو يتكون من فعل ويحتمل ويجتمل على شرط زي ما هنشوف كده أبنائي وبناتي على شاشتنا يلزب تقديم مجموعة من أدلة التعلم في صورة إما أن يكون دليل تساؤل شفوي وإما أن يكون دليل تساؤل تحريري وإما أن يكون بطاقة ملاحظة أو بطاقة مراجعة منتج طيب في هذه الأدلة التعلم بعد ما هنوسقها هنوديها فين؟ طبعا خلاص أنت عرفت الآلية بتاعتك توديها لملف الإنجاز لأن ملف الإنجاز ده هو ملف خاص بالطالب ده الملف بتاعك أنت الملف الشخصي لك أنت ملف إنجازك أنت هو الذي يحتوي على جميع أدلة التعلم التي طلبت منك خلال تعلمك خلال الصف الأول والثاني والثالث تضيف لهذا الأدلة الداعمة والأدلة الداعمة يجب أن يسعى الطالب إلى أن يثري بها ملف الإنجاز الخاص به دون ضغط من المدرس يعني المدرس حينما يلفت نظرك ويوجهك إلى أن هناك أدلة داعمة فهو من مصلحتك لأنه يجب أن يحتوي ملف الإنجاز الخاص بالطالب على الأدلة الداعمة الأدلة الداعمة مهمة جدا أبنائي وبناتي بعض الطلبة لما يتضرر ويشتكي ويقول أنا مش قادر أجيب صورة علشان نثبت أن أنا جدير كأدلة داعمة بعض الطلبة أقول لك أنا مش قادر أجيب سدهاية بعض الطلبة أقول إزاي؟ إزاي وده مقوم من المقومات الهامة جدا في ملف الإنجاز بتاعك الأدلة الداعمة دي أبنائي وبناتي مهمة جدا لا بد ويكتفى بحاجة يعني أنت دلوقتي هتجيب سدهاية السدهاية دي هتوسق عليها الفيديوهات التي تثبت أنك أديت هذه المهارات وتحتفظ بها في ملف الإنجاز في غرفة التقييم والتحقق الداخل بالمدرسة حتى المهمة حتى وصولك إلى التقييم النهائي إما أن يقيم هذا المقيمين اللي هم يقيموا ملف الإنجاز ويتأكدوا أن هذه السدهاية بتحتوي على فيديوهات تثبت أنك قد قمت وأديت هذه الجدارات فعلا طب بتؤدي دا فيهن واحد يقول لي أنا كنت غايب في أثناء هذا ممكن جدا تنخرط في مزرعة ممكن جدا تصور في مصنع في معمد في ورشة على حسب البرنامج الذي تنتمي إليه أبنائي وبناتي نبقى هنا حينما تصور فيديو صغير أثناء أدائك لمهارة أو جدارة معينة وهذا الفيديو ترفعه أو تحفظه على سدهاية سي دي سي دي تديها للمقيم بتاعك ليحتفظ بها في ملف الإنجاز الخاص بك أو فلاشة خلال الثلاث سنوات وتحتفظ بها وتوثق أو توثق عليها ما قمت به من مهارات دي يبقى شيء راقي جدا ورائع جدا لأنه أنت حتحتاج هذا وانت نازل سوق العمل وانت جاي تقابل ممثل سوق العمل يعني لو أنت جاي لي وبتقول لي أنا عايز أشتغل في الشركة بتاعتك بتاعت انتاج الحاصلات الزراعية أو انتاج البزور أو انتاج التقاوي حسألك واخد ايه فن انتاج محاصيل برنامج فن أنا حاصل على مؤهل فن انتاج محاصيل أقول لك طيب ملف الإنجاز بتاعك ملف الإنجاز بتاعي هو أبص على ايه كله ورقي أوراق هل الأوراق تكفي لأن أنا كصاحب عمل أقتنع بأنك طالب جدير قد لا تكفي تقوم تقول لي ده فيه عندك سيدهاية أو فيه فلاشة أرجو أن حضرتك تطلع عليه يقوم يطلع على محتوى الفلاشة أو السي دي بتاعتك يلاقي أن انت خلال السنوات السلاس وثقت آدائك لهذه المهارات مش هعمل لك اختبار خلاص فضل فرصة العمل بتاعتك موجودة نعود أبنائي وبناتي إلى شاشتنا علشان خاطر نستعرض معا الأدلة اللازمة لتقييم هذا المخرج زي ما هنشوف عندي مجموعة من الأدلة اللازمة لتقييم هذا المخرج وهي عبارة عن بطاقة ملاحظة دليل بطاقة ملاحظة زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة دليل بطاقة الملاحظة ده بيطلب لجميع المعايير طب هو فين المعايير؟ أيوة ما أنا قلت لك أنت طالب سنة تلتة أنا بتعامل معاك على أنك أنت وصلت إلى مرحلة متقدمة في برامج الجدارات يبقى هنا لما أجي أعرض لك الأدلة وأقول لك الأدلة دي مطلوبة لواحد واثنين يبقى هنا مطلوب أو لواحد لسبعة يبقى ده بطاقة ملاحظة طب فين الأدلة؟ أعرضها لك دلوقتي حالا طيب اتنين دليل تساؤل في صورة ايه؟ دليل تساؤل في صورة اختبار شافوي لجميع المعايير من واحد لسبعة ودليل اختبار تحريري يبقى المطلوب عندي وأنا قدتهم ألوان مختلفة علشان خاطر يبان عندك أن عندك في أدلة مطلوبة بطاقة ملاحظة أو دليل اختبار شافوي أو دليل اختبار تحريري نجي نتكلم على أول معايير من معايير الأداء وهو ينفذ زراعة بنجر السكر وفقا للتوصيات الفنية حبيت أن أنا أميز لك الشرط أهو وفقا للتوصيات الفنية يضبط الكثافة النباتية المناسبة وفقا للتوصيات ثلاثة يقاوم الحشائش في بنجر السكر بالطرق المثلة دون الإضرار بالمحصول الأصلي معايير رقم أربعة يقاوم الآفات في بنجر السكر بالطرق السليمة معايير رقم خمسة ينفذ برنامج التسميد حسب المعدلات زي ما أنتم شايفين كده حسب المعدلات والاحتياجات السمادية برنامج رقم ستة رقم ستة في خطأ هنا في التسلسل ده رقم ستة ينفذ برنامج الري طب أنا ليه بقول ده برنامج ستة لأن احنا قلنا في أول حلقة أن هناك سبعة معايير وهنا ننبر سبع هنا رقم سبعة رقم سبعة تسلسل رقم سبعة يبقى ده ستة يبقى ينفذ برنامج الري حسب الاحتياجات المائية يحصد البنجر مع المحافظة على الجزور كده أبنائي وابناتي احنا بنستعرض معكم معايير الأداء الخاصة بهذا المخرج طب نجي نتكلم على بعض المعلومات المعرفية الهامة اللي احنا من خلالها نتعرف على محصول البنجر هنبدأ بالأهمية الاقتصادية لمحصول البنجر يا طرى محصول البنجر يتميز بإيه؟ أولا زي ما انتم شايفين كده على الشاشة استخراج وصناعة السكر يعني صناعة السكر حيث أنه مصدر من مصادر السكر الهامة في مصر وده هنتكلم فيه بالتفصيل لأن مصادر السكر في مصر محصولين دنين إما محصول بنجر السكر أو محصول قصب السكر ولما بنقارن ما بينهم وبين بعض بلاقي إن محصول البنجر محصول شتوي يزرع في موسم الشتاء أما محصول قصب السكر محصول ينمو في فصل الصيف وهو محصول معمر يبقى هنا احنا بصدد إن احنا نتكلم على الأهمية الاقتصادية لمحصول البنجر واحد صناعة السكر اتنين تغذية الحيوانات على الأوراق تلاتة يحتاج لكمية مياه أقل من القصب بالمقارنة بمحصول الأصب زي ما أنا قلت إن لمحصول الأصب محصول معمر هذا المحصول يمكس في الأرض لعدة سنوات ولذلك يستهلك كمية كبيرة من المياه أربعة يمكن زراعته بالأراضي الجديدة والمستزراعة حديثاً أو المستصلحة حديثاً وهي في مرحلة الاستزراع يمكس في الأرض فترة قصيرة بالمقارنة بمحصول قصب السكر ينتج المحصول حوالي 20 طن للفدان نسبة السكر 17 إلى 20% ومن أهم الأسباب التي تدعو إلى زيادة المساحة لمحصول البنجر أنه محصول مكمل لمحصول القصب وليس منافساً له نجي بقى نتكلم على الأهمية الاقتصادية كده بسرعة علشان خاطر ننتقل مع بعض لشريحة أخرى احنا قلنا أن محصول بنجر السكر من المحاصيل السكر الهامة يصل معدل انتاجية الفدان 20 طن للفدان نسبة السكر في 17 إلى 20% عارفين يعني أبناء وبناتي نسبة السكر 17 إلى 20% يعني كل طن كل 1000 كيلو جرام ينتج 170 إلى 200 كيلو جرام سكر كل 1000 كيلو جرام جزور جزر لأن مصدر السكر في البنجر الجزور مش قلبه زور الجزر الجزر هو مصدر السكر يبقى كل طن من الجزور يديني 15 إلى 20% من 170 إلى 200 كيلو جرام سكر يبقى دي نسبة الايه؟ دي نسبة السكر في البنجر كمان حاجة مهمة جدا أن الأوراق بتاعة البنجر وهي بتصل إلى 40% من وزن الجزور تستخدم في تغزية الحيوانات كمحصول حلف أخضر كما يمكن أن تترك في الأرض لتزيد محتوى الأرض من المادة العضوية في الأراضي المستزرعة حديثا أو المستصلحة حديثا والتي في مرحلة الاستزرع يبقى أبناء وبناتي لما ابنك نتناول الأهمية الإقصادية لابد أن يكون عندك فكرة شاملة على أهمية المحصول قلنا أنه هو محصول سكر استخدم العلف في الأوراق في تغزية الحيوانات كمان البنجر بيستهلك كمية قليلة من المياه يمكس في الأرض فترة بسيطة هو محصول شتوي وليس محصول صيفي هو محصول حولي وليس محصول معمر يبلغ إنتاجية الفدان 20 طن من الجزور ونسبة السكر حوالي 17 إلى 20% يعني كل 1000 كيلو جرام من الجزور تنتج 170 إلى 200 كيلو جرام سكر ودي نسبة معقولة جدا جدا وإحنا إن شاء الله بنسعى وتسعى الدولة جاهدا إلى تحقيق الاكتفاء الزاتي من هذه السلعة الهامة من خلال التوسع في زراعة هذا المحصول الذي يحتاج إلى كمية مياه أقل بالمقرنة بمحصول قصب السكر نعود أبناء وبناتي لنتحدث معا عن بعض المعلومات الخاصة بمحصول البنجر وهو الوصف النباتي لهذا المحصول الجزور الجزر وهو جزر وتدي وتدي مخزن جزر درني أنا قلت واتدي برافو في طالب هنا بقول لي يعني إيه واتدي يا أساعد لا هو مش جزر واتدي جزر درني مخزن اللفتي يعني شكل اللفتة يعني ما نقولش الواتدي لأن مش هنقارن جزر القط بجزر البنجر لا جزر البنجر جزر درني يعني إيه يعني مخزن يختزن كمية كبيرة من يصل حجمه إلى خمسة كيلو جرام ويختزن داخله كمية كبيرة من الماء والسكر الذي يصل نسبة السكر إلى سبعتاشر إلى عشرين في المية طب نشوف كده شكل جزر بتاع البنجر على الشاشة بتاعتنا علشان خاطر تستحضر في ذهنك شكل الجزور يبقى الجزر بتاع البنجر من المنتج منه عشرين طن للفدان والجزر هو الجزء الاقتصادي في البنجر الجزر مخروطي الجزر إيه مخروطي يحتوي على عشرين في المية من السكر يبقى أنا لما أجي أنا أخطأك وأقول لك معلومة أن الجزر واتدي تقول لي لا يا أستاذ الجزر مخروطي يحتوي على نسبة عشرين في المية من السكر هذا الجزر هو الجزء الاقتصادي بيصنع منه السكر والناتج يصنع منه أعلاف للحيوانات تبقى الأوراق الأوراق كبيرة نصل بتاعها كبير لها عنق واضح في المنتصف ولها تعريق واضح تعريق شبكي والأوراق تتجمع فوق الجزر على منطقة تسمى منطقة التاج طب نجي كده علشان نشوف الجزور بتاعة البنجر شكلها إيه ثم ننتقل لوصف إيه الأوراق زي ما احنا هنشوف الجزور جزر مخروطي هذا الجزر هو الجزء الاقتصادي لأنه هو الجزء الذي يصنع منه السكر لما نجي نتكلم على الجزر بتاع البنجر لابد أن نتفهم تماماً لأنه حصاد محصول البنجر يتوقف على حجم الجزور ووصوله إلى الحجم المناسب والعمر المناسب لأنه مش حجم فقط لابد أن يصل ممكن يصل إلى الحجم اللي أنت عايزه بعد أربع شهور والبنجر يحصد بعد ست شهور يبقى نسبة السكر هنا أنت لو حصدته على الحجم بس نسبة السكر هتكون قليلة جداً وقد يرفض من المصنع أما إذا وصل الجزر إلى حجمه الطبيعي وإلى عمره الكامل يبقى هنا هيبقى فيه نسبة سكر عالية وبالتالي هنصل إلى المستهدف من هذا المحصول نتيجة لأننا اتبعت التوصيات الفنية في زراعته وفي حصاده طيب نشوف كده الجزر بتاعي شكله إيه؟ أدي الجزر بتاعنا أبناء وبناتي زي ما أنتم شايفين كده طيب أنا حاسس إن الصور ده يعني واضحة لأ ما هنشوف كده نوضح أكتر لو فيه آهي عدم أدي الجزر بتاع البنجر أبناء وبناتي وأنا حبيت أوضح لك الجزر كامل بساعة التقليل على طول أدي الجزر بتحتوي على إيه؟ على بقايا من الطربة تحتوي على بعض الشعيرات الجزرية تحتوي على الأوراق طيب هل أدي الجزر أهو المنطقة التاجة هي اللي هي بتتجمع فيها لإيه؟ الأوراق كلها طيب الأوراق هنا على ما نيجي نوصفها بقى إما نوصل لها هذه الأوراق معنقة بتكون لها إيه؟ لها عنق ولها نصل كبير أخضر تختلف لون الأوراق على حسب إيه؟ على حسب سنها طيب هذه الجزر هي إيه؟ هي الجزء الاقتصادي طيب لما بتتورد للمصنع بتتورد بهذا الشكل كده أقول لك لا طبعا ما بتتوردش بالشكل ده ده الجزور دي بيتم إيه؟ بيتم معاملتها بالتنظيف بعد قطع هذه المجموعة من الأوراق بنقطع كده زي إيه بالظبط اللي هو اللي إحنا هنشوفه بالشكل ده كده بص أهي شفت بقى؟ أدي الجزرة أدي الجزر المعدل الإيه؟ للتوريد إلى المصنع قرر ما بين ده وما بين ده بص أبناء وبنادي أدي الصورتين وقبلها أحنحطوا لجلب بعضهما أدي الجزرة هو الكامل دون تنظيف وأدي الجزر الإيه؟ الذي تم تنظيفه وأدي الجزور الموجودة على السير أثناء إيه؟ أثناء تصنيعها أو فرمها أو غسلها أو تجهزها لتصنيع السكر يبقى إحنا قلنا الجزور مخروطية يصل وزن الجزر إلى معدل 5 كيلو جرام أو أكثر بالنسبة للجزر الواحد ومعدل إنتاج الفدان من المحصول حوالي 20 طن للفدان من الجزور هذه الجزور تحتوي على 17 إلى 20% من السكر ويتم تجهيز وتنظيف هذه الجزور من بقايا الأوراق زي ما تشايفين كده ليتم توريدها إلى المصنع نيجي نشوف النبات هذه نبات البنجر بالكامل أبناء وبناتي واضح جدا الصورة قدامكم هذه الصورة هي معبرة هذه النصل بتاع الأوراق هذه العنق بتاع الأوراق هوت لأنا بشعور لك عليه بالموز ده وآدي نصل الأوراق هوت وإحنا بنقول الأوراق بتختلف لونها من حسب سنها قد الأوراق الحديثة بيكون لونها أخضر فاتح قد الأوراق الكبيرة في السن بيكون لونها أخضر إيه؟ أخضر غامئ يظهر الشكل بالشكل ده ده بداية تكوين الجزر في النباتة هوا لحظة كده أبناء وبناتي حينما تقدم شوية في العمر طيب نرجع تاني للصورة اللي قبل كده آدي زي ما أنتم شايفين آدي الأوراق واضحة جدا هي واضحة خالص أوراق لونها أخضر فاتح والأوراق معنقة هذا العنق أو هذه الأوراق كلها تتجمع في نقطة واحدة اللي هي منطقة التاج اللي هي تعلو زي ما أنا بشعور لك على الموز كده تعلو إيه؟ فوق الجزر مباشرة آدي الجزر هوت وآدي القواعد آدي عنق الأوراق هي الجزء ده اللي أنا بشعور لك عليه ده ده اللي هو إيه؟ ده الجزء اللي هو منطقة التاج اللي هو منطقة تجمع الأوراق مع الجزور ثم ننتقل بعد كده إلى صورة أخرى آه وهي تقدم النبات شوية في العمر آدي الجزر بدأ إيه؟ يكبر وآدي الأوراق بدأت تتغير لونها إلى اللون الإيه؟ الأخضر الداكن آه وزي ما احنا شايفينها استعرضنا هو شكل الأوراق بتكون الأوراق بسيطة تمثل الأوراق 30 إلى 40% من وزن الجزور يبقى أبنائي وبناتي هنا احنا نلاحظ أن الجزور وزنها 20 طن الجزر محصول الفدام من الجزور 20 طن الأوراق تمثل 30% أو 40% يعني حوالي 5 طن من الأوراق أو 4 طن من الأوراق هذه الكمية كمية لا بأس بها حينما نحصل عليها ليتم تغذية الحيوانات عليها في صورة أعلاف خضراء أو بجففها لتغسى عليها الحيوانات فيما بعد في صورة أخرى أو بعملها سلاج أيا كان هذه الكمية ما تبدتش طب لو أنا عندي أرض فقيرة وزرعتها بنجر وهيز أستفاد من كمية هذه الأوراق يبقى بقلع الجزور أتخلص من الأوراق أنضف الجزور أحصل على الجزور التي توردها للمصنع وتترك الأوراق في الأرض ليتم دفنها في الأرض باستخدام محاريس حفارة أو محاريس دورانية أو محاريس اللابة لخلط هذه الأوراق وتمزقها وخلطها بالطربة وتقليبها مع الطربة لزيادة محتوى الأرض من المادة العضوية نجي بعد كده أبناء وأبناتي نتكلم على الأظهار الأظهار في البنجر بتتجمع كلها في مجموعة لثمار لأن الأظهار تنتج إيه؟ تنتج ثمار ثمرة البنجر تتكون من مجموعة من الأظهار وبمناسبة الأظهار هنا في معلومة مهمة جدا وهي أن محصول البنجر محصول لا ينتج بزور في مصر ليه؟ لأن الظروف المناخية لا تناسب إنتاج البزور الظروف المناخية لا تناسب إنتاج بزور لبقى أنت المعلومة بتاعت دي يتلك دلوقتي أن البنجر لا ينتج بزور في مصر طب همال بيتكسر في مصر بإيه؟ بإيه؟ طالما أنه مالوش بزرة بيتكسر بإيه؟ بنستورد البزور من الخارج لأنه ما بيتكسرش خضري البنجر يتم استراض بزوره من الخارج أيا كانت هذه البزور سواء كانت ثمار متعددة الأجنة أو بزور وحدة الأجنة تقولي طب هما في الخارج يا أستاذ بيزرعوا إيه؟ أقولك في الخارج لأن هناك التكنولوجيا والمعدات متقدمة والأراضي تزرع في مساحات كبيرة يتم استخدام الزراعة الآلية ببزور وحدة الأجنة ليه؟ لقلة العمالة في الخارج ولتوفر الآلات الحديثة التي تلبي هذا الغرض لكن في مصر ممكن أننا نزرع في مصر بزور البنجر المتعددة الأجنة ومعنى متعددة أجنة أبنائي وبناتي أن البزرة الوحدة تنتج أكثر من نبات وهنا يتطلب مني ويستوجب مني أننا نقوم بعد كده بعملية الخف لضبط الكسافة النباتية والخاف معناه أننا بنزيل النباتات الزائدة زي ما سنقول بعد كده في عمليات خدمة المحصول أثناء نموه خلال فترة النمو بتاعته بكده إحنا بنتكلم على الأوراق ثم نتحدث على الثمار الأظهار بتتم في موسمين اتنين ما ينفعش أبدا يعني شوف إحنا قلنا في مصر البنجر لا يندفع للأظهار وإذا تكونت أظهار تكون أظهار عقيمة ولا تعطي محصول ولا تعطي بزور ولا تعطي إيه بزور ليه؟ لأن الظروف المناخية غير مناسبة طيب نرجح كده ونشوف السلايت الموجود قدامنا ده ده شكل الأوراق هاي علشان خاطر ما نتركش الأمور ونرجع تاني برضو عايز أنا أعرض لك حابب أن أعرض لكم الصور دي تاني آدي شكل الأوراق الصغيرة تستنب تكون لها فاتح أخضر فاتح وآدي العنق بتاع الورقة وآدي منطقة تجمع الأوراق واتصالها بالجزور ثم تظهر الأوراق بلون أخضر داكن مع تقدم النبات في العمر وده الناصل بتاع الورقة زي ما تشافها هوت الورقة لها عرق وسطي وبيكون فيها تعريق شبكي بالشكل اللي انت شايفونه دا ثم تظهر المظهر العام للأرض بالشكل دايد كده ثم ننتقل بعد كده إلى الصورة الأهم وهي تكوين البزور تندفع النباتات إلى الأظهار حينما تتوفر لها الظروف المناخية المناسبة التي لا تتوفر في مصر لأنه بيحتاج إلى درجة حرارة مخفضة جدا تندفع النباتات إلى تكوين شمراخ زهري في الموسم الزراعة بتاع الأول تندفع النباتات إلى تكوين شمراخ زهري يستطيل قلمة النبات وتكون شمراخ زهري زي ما تشاف كده المراحل اللي أنا مورها لك دايد كده على نفس الشاشة وحفصلها لك بعد كده هذه النبات بيستطيلها هوت ليكون شمراخ زهري طب لو لقيت هذه النباتات اللي عندك في مصر وانت زارع أو مشرف على أو بتشارك في إنتاج محصول البنجر ولقيت أن النبات اللي قدامك فيه في المزرعة بعض النباتات تندفع للنمو الزهري هل دي الظاهرة إيجابية أو ظاهرة صحيحة أو ظاهرة سليمة؟ طبعا أنا بقول لك لا لأن النباتات اللي بتنزرع في مصر المحصول حينما يزرع في مصر يزرع لغرض إنتاج الجزور الجزر الذي يستخدم لإنتاج السكر وليست البزور التي تستخدم كتآوي لأن احنا قلنا واتفقنا أن البنجر لا ينتج تآوي في مصر نظرا لأن ظروف المناخية المصرية لا تناسب ذلك ولكن قد تندفع بعض النباتات للإظهار وهذه ظاهرة سلبية غير مرغوبة ثم يبقى إحنا بنقول في تزهير النباتات تندفع النباتات إلى التزهير في مسم النمو بتاعها في عندما تتوفر درجات الحرارة المنقفضة ثم يبدأ تكون البراعم الزهرية ثم الإظهار ثم تكون السمار زي ما حنشوف على شاشتنا كده قدامكم أبناء وبناتي هذه الصورة تفصيلا بالنسبة للصورة اللي قدامكم ديت آدي الشمراخ الزهري بدأ يستطيل هوت ثم تبدأ في تكوين الأظهار ثم تكوين السمار طب نشوف صورة أوضح نشوف صورة أوضح آدي شكل النباتات أهيت قدامكم بيبدأ النباتات تستطيل قدامنا هيت لتكون الشمراخ الزهري ثم يستطيل أكتر يعني الشهي الصورة غمقة شوية يجا ليه الألوان لكن المعنى أن الشمراخ الزهري بيستطيل كده لما نقارن ما بين ده وبين ده هوت شوفوا بيستطيل هوت مع التقدم في النمو آدي شوف لسه هو طالع آدي المسافة بتاعته ثم يتقدم في النمو وهوت وبعد كده يستطيل أكثر أهوت ثم آآ تبدأ تكوين السمار السمرة تتكون من ظهرتين اتنين أو أكثر هذه السمرة غير منتظمة النمو آآ زي ما انت شايف أهيت قد شكل السمار أهوت بشكل ده غير منتظمة النمو تنتج آآ إما آآ بزور تحتوي على اتنين إلى خمسة بزور إلى أصناف عديدة الأجنة أو بزرة واحدة في الأصناف وحيدة الأجنة زي ما احنا شايفين أبناء وبناتي آدي بزور وحيدة الأجنة وآدي البزور عديدة أجنة وآدي البزور آآ شكلها على الشمراخ الزهري آهو واضحة خالص ده شكل بزور البنجر على الشمراخ الآيه على الشمراخ الزهري ودي شكل البزور آآ بعد جفافها وحصدها وتكفيفها وإعدادها للتخزين ودي شكل البزور وحيدة الايه وحيدة الأجنة آآ ده بالنسبة للإصمار وكده يبقى احنا بنلقص آآ الجزئية دي في الأوراق ومرحات التزهير وتكوين الايه وتكوين البزور ثم ننتقل بعد كده أبناء وبناتي إلى معلومة مهمة جدا أنا موضحها لك وهي آآ تنجح زراعة بنجر السكر في الأراضي الخفيفة والرملية والطينية الصفراء جيد الصرف ولا تنجح بالأراضي الشديدة الأملاح والغذقة والقلوية مهم جدا لما لما نذكر معلومة زيدية يبقى احنا هنا بنؤكد على ان انت لابد ان يكون لديك المعارف التي تؤهلك لان تكون ماهرا في تحديد نوع الأرض التي تناسب زراعة محصول البنجر وهي الأراضي الخفيفة والأراضي الطينية الخفيفة والأراضي الطمية ولا يجود في الأراضي الغذقة والأراضي شديدة الأملاح ويمكن زراعته بل نجح زراعته في والأراضي الحديثة والأراضي المستصلحة حديثا وده يناسب أراضي النبرية والأراضي المستصلحة ويبقى احنا كده استفدنا من ان احنا زرعنا بنجر زرعنا محصول اقتصادي بيسهم بدور كبير في سد الفجوة في احتياجاتنا للسكر في المناطق الجديدة التي قد لا تناسب زراعة محاصيل شتوية في هذه الأراضي يبقى ده صفة تميز محصول بنجر السكر عن غيره من المحاصيل فإن هذه الأرض المستصلحة حديثا قد لا تناسب محصول القامح ممكن جدا ما تناسبش محصول القامح وبالتالي أزرع شتوة ايه؟ محصول القامح محصول شتوة أزرع بنجر السكر قد لا تناسب محصول الفيلبالدي أزرع فيها بنجر سكر قد لا تناسب محصول الكتان أزرع فيها بنجر ايه؟ بنجر سكر نبقى دية صفة وميزة تميز محصول بنجر السكر أنه يمكن زراعة في الأراضي المستصلحة حديثة ننتقل أبناء وبناتي إلى أعداد الأرض للزراعة وهي نقطة غاية في الأهمية حيث أنه يجب الاهتمام في جميع المحاصيل الحقيقة يجب أن نهتم بخدمة الأرض للزراعة خدمة جيدة من حرث جيد فك ثان تتليد ثم التزحيف لتكسير حبيبات الطربة والبضر أو الكتل الكبيرة ثم التسوية الجيدة ثم تقسيم الأرض أو تخططها بمعدل مناسب وذلك تصبح الأرض معدة لزراعة البنجر طيب نيجي بعد كده نشوف الزراعة بتتم إزاي؟ يقول لك يتم بوضع عدد اتنين إلى أربع بزور بكل جورة على مسافة خمستاشر إلى عشرين سنطي على عمق زراعة اتنين إلى تلاتة سنطي شفت بقى؟ هادي معارفة هي مكتوبة قدامك معارف ولكن هي مهارة أنت بتمارسها وبتقيم فيها بدليل بطاقة ملاحظة بدليل ايه؟ بطاقة ملاحظة لما يجي المقيم بتاعك يقول لك أنا بطلب منك أنك تزرع الجزء ده بمحصول البنجر ويديك التقاوي بتاعة البنجر يبقى هنا لابد أنك أنت تعود إلى هذه المعارف لتترجمها إلى مهارة تجي محضر التقاوي تاخد جزء من التقاوي تحضر تلاتة إلى أربع بزور في ايدك تجهز الجورة ثم تقوم بزراعة الجور بمعدل تلاتة إلى أربع بزور على مسافة خمسة عشر إلى عشرين سنطي على عمق اتنين إلى تلاتة سنطي وبكده يبقى أنت المهارة المعارف اللي أنت اكتسبتها حولتها إلى مهارة وأصبحت طالب جدير يبقى لما يطلب منك أثناء التقييم بزور البنجر بنقول إيه بقى يتم خدمة الأرض خدمة جيدة ثم التخطيط ثم إعداد التقاوي للزراعة وما بقول إعداد أبنائي وبناتي لابد أن يستحضرني معلومة مهمة وهي إضافة المطهرات الفطرية على التقاوي إضافة المطهرات الفطرية على التقاوي لأن المطهرات الفطرية مهمة جدا جدا لحماية التقاوي من أي أمراض فطرية أثناء إنباتها يبقى بتضاف على التقاوي المطهرات الفطرية اه او بتعامل التقاوب الموتورهات الفطرية ثم يزرع على الخطوط في جور اتنين الى اربع بزور او تلاتة الى اربع بزور على مسافة عشرين سنطي على عمق تلاتة سنطي هي دي الخطوات دي المهارة هي هي معرفة ولكنها مهارة ركز معايا شو بقولك ايه ناخد تلاتة الى اربع بزور ثم تجهز جورة على الريشة العمال على الخطوط التي اعدت ثم تزرع هذه الجوة بمعدل تلاتة الى اربع بزور على عمق اربعة سنطي او تلاتة سنطي من سطح الطربة ثم تغطى جيدا بين الجورة والاخرى عشرين سنطي دي مهارة لازم تؤدى بهذا الشكل اللي انا بقول علشان كده في ادلة التعلم اللي احنا استعرضناها في بداية الحلقة كان يقولك ايه بطاقة ملاحظة بطاقة ايه ملاحظة يبقى هنا عارفنا يا جماعة اهمية ابناء وبنات عارفنا اهمية عرض ادلة التعلم المطلوبة قبل عرض المعايير معايير الاداء علشان ده اللي احنا بنقوله ده لما يجي نعرض مع معلومة عايزة ارجع للشاشة تاني علشان اعرض لك المعلومة كده في صورة معلومة معرفية يعني احنا لما نشوف كده على شاشتنا هتلاقي المعلومة معرفة كلام اهو كلام مكتوب تتم الزراعة بوضع عدد ثلاثة الى اربع بزور بكل جورة بكل جورة على مسافة خمستاشر الى عشرين سنطي على عمق اثنين ثلاثة سنطي معلومة مكتوب كلام مكتوب ولكنه هو في الاصل ايه جدارة تكتسب من هذه الايه من هذه المعلومة من هذه الجملة تكتسب فيها جدارة كاملة اللي هي انك انت تعرف معيار كامل اللي هو الزراع يبقى احنا جقولنا في هذا المعيار بيترجم ازاي الى مهارة عملية او الى جدارة بنقول تجهيز ثلاثة الى اربع بزور بكل جورة اربع بتجهز الجور يزرع بكل جورة ثلاثة الى اربع بزور على مسافة خمستاشر لعشرين سنطي عمق ثلاثة سنطي وبكده يبقى انت نفست المعرفة وحولتها الى ايه الى مهارة او الى انجدار هنا بيقولك ويزرع البنجر آليا اذا كانت البزور وحيدة الاجنة باستخدام البلانتر او آلة ازرع بيحتاج الفدان الى واحد ونص الى اثنين كيلو جرام تقاوي من التقاوي وحيدة الاجنة تزيد هذه المعدلات الى خمسة كيلو جرام في حالة التقاوي عديدة الاجنة يبا هنا ابناء وبناتي احنا بنستعرض معاكم على شاشتنا ان بعض المعارف التي تصاغ في صورة جدارة او مهارة تؤدى وفق سلوك معين وفق معيار الاداء لان التقييم لابد ان دليل الاداء يتمشى مع معيار في دليل التعلم لابد ان يتمشى مع ايه معيار الاداء هو كده حتى احنا لما نيجي نقيم الطالب نقول التقييم موضوعي التقييم عادل التقييم متسق يعني ايه انت قدمت ادل التعلم فعلية صادق موضوعية تعبر على انك طالب جدير جبت التقاوي عملتها بالمطورات الفطرية جهزت الجور زرعت في كل جورة اثنين الى ثلاث بزور على عمق ثلاثة سنطي بين الجورة والاخرى عشرين سنطي غطيت الجور جدير طالب جدير مع اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية مهمة جدا مع اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية ليه لان قواعد الصحة والسلامة المهنية حماية لك وللاخر سلامتك وسلامة الاخر انت بتشتغل في عمل زراعي هذا العمل الزراعي بيسعك أنت والآخرين وقد يعمل في قرب من الآلة إذن أنت لو منتش لابس ملابس سيفتي أو أمان أو حماية تحميك أثناء عمل الآلة تعرض نفسك للخطر لو منتش بتقوم بآداء المهارة أو الجدارة وفق معايير معينة اللي هو اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى حتعرض سلامتك للخطر وتعرض أيضا سلامت غيرك للخطر سواء في المزرعة أو في المعمل أو في الورشة أو في أي مكان لابد من قواعد اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى هنا أبنائي وأبناتي عرفنا إذن بنزرع البنكر ثم ننتقل بعد ذلك لنستعرض معا باقي المعلومات المعرفية اللي هي أصناف البنكر الحقيقة أنا عندي مجموعة كبيرة من الأصناف منها أصناف اسمه صنف كاوميرا رأس بولي وهذه وماراتون وهذه الأصناف تتعدد وتتغير صفتها ما بين أصناف وحيدة الأجنة وعديد الأجنة كلم على العوامل التي تؤثر على إنتاجية البنكر هناك عوامل كثيرة تؤثر على إنتاجية البنكر منها كثافة النباتات وكثافة النباتات تتوقف على عملية الترقيع وعملية الخف وهنقول ده تفصيلا في هذه الحلقة قبل أن تنتهي معادها اللي هي عملية طبط الكثافة النباتية لمحصول البنكر من خلال إجراء عملية الترقيع وعملية الخف يبقى كده أبناء وبنات حينما نصل معكم إلى عرض مجموعة من أدلة التعلم اللازمة لتقييم مخرج من مخرجات الهامة لوحدة من الوحدات الهامة وهو تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محصول البنكر ضمن وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل السكر نقول قد انتهينا من عرض هذه الحلقة نعيدكم بلقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة